اشتركوا في القناة كان تحت شعار الانقسام والانقسام هذية اللي اصبح ظاهرة معناتها مرضية في المشهد السياسي خلي بدأوا سعر الانقسام رو موش فقط شكون مع قيس سعيد وإلا ضد قيس سعيد ما كانش هذية فقط صحيح كان موجود الانقسام هذية شفنا المناوشات اللي صارت في شرح بي برقيبة شفنا كيفاش صار صراع بين أنصار الرئيس قيس سعيد ومعارضيه على شكون ياخذ مكان الاحتجاج وإلى الاحتفال قدام المسرح البلدي وزارة الداخلية فضلت أنه تعطي المكان قدام المسرح البلدي لأنصار رئيس الجمهورية هذية أثار غضب معارضي خاصة مجموعة مواطنين ضد الانقلاب ولكن الانقسام أيضا كان في كل المجموعات تقريبا في العالم الكل أمين كنشوفه سياسة نقو دو بلوك خاصة كتاب دا في علاقة بسلطة قائمة شكون مع السلطة شكون المعارض لها نحن الانقسام معناتها حاجة اكستراوردينار خلنا بداية وساعة بمعارضي الرئيس قي سعيد شفنا من جهة مجموعة مواطنين ضد الانقلاب اللي معناتها ظهرت ووحدها من جهة أخرى شفنا مجموعة الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية اللي في الموقف من 25 جوليا وقرارات رئيس الجمهورية الاستثنائية ما يختلفش تقريبا على موقف مجموعة مواطنين ضد الانقلاب ولكن رغم هذك اختاروا انهم يظاهروا وحدهم اللي هي المجموعة فيها الحزب الجمهوري فيها التكتل وحزب التايار الديمقراطي من جهة أخرى عبير موسي اللي ما كنتش حاضرة الحزب الدستوري الحر اللي هو كيف كيف معارض لقرارات رئيس الجمهورية ولكن طبعا رمزية 17 ديسمبر هي رمزية مرفوضة من عندها ما كنتش حاضرة ولكن أكثر من هكا هي توجهت لرئيس الجمهورية وتوجهت الوزير الداخلية لتحتج على المجموعة هذه مجموعة مواطنين ضد الانقلاب وإدعاة الاتخاذ لإجراءات ضدهم وتعتبرهم مجموعة سرية غير مقبولة هذي الانقسام عند المعارضين ولكن زادة كيف كيف مساندي الرئيس قيس عيد كيف كيف معانتها فما انقسام غير معلن المسانديين شفنا حركة الشعب مثلا كانت غايبة على 17 ديسمبر في اشترى حبيب بورجيبة شفنا فما أحزاب أخرى كما حزب تونس إلى الأمام اللي يطرأسوا عبيد البريكي كيف ما كانش حاضر هذي أدى إلى أنه المجموعة اللي هبطت ساند في رئيس قيس عيد كانت مجموعة صغيرة قدام المسرح البلدي مقارنة بالمجموعة بتاع المعارضين بتاعه هذي كلها معناتها المشهد برمته يعطي أنه فما أزمة سياسية كبيرة داخل المشهد السياسي تخلي المواطن ما عادش يفرز ما عادش يفهم شنوه العرض السياسي متاع أي طرف ويخليه أنه حالة الانقسام هذية ساعة كسرت كل مظاهر الاحتفال في تقديري أمين أي مواطن تبع شنوه اللي صار نهار 17 ديسمبر ما حسش أنه فما احتفال في تونس سواء بلضبط احنا قلناه نهار جمعة الصباح ولكن شفناه تأكد لا في سيدي بوزيد اللي هي انطلقت منها ثورة 17 ديسمبر 14 جنفي لا في شرع الحبيب برقيبة لا في باقي الجهات مواقف السياسيين كلها انحصرت في قرارات رئيس الجمهورية قليل ما نتذكرش هنا هكذا شفت مسؤولين سياسيين خرجوا يحكيوا على الثورة على هداف الثورة على قيام الثورة على تقييم الثورة وين فشلنا وين نجم ونصلحوا شنية الحاجات اللي نجحت شنية الحاجات اللي نجم ونثمنوها فقط الانقسام السياسي اللي كان مش جديده كان سائد قبل 25 جوليا وكان سائد قبل انتخابات 2019 وكان سائد قبل 2014 وقدى الى انه هالمشهد هذا اللي خلت تونس معناتها فما عزوف من الشأن السياسي تقريبا يتفرج عليك انه الاحداث السياسية قادة تصير في بلاد اخرى هل لخطابات التقسيم والكرهية الموجودة والخطابات العدوانية اللي كانت غاد من جميع الاطراف المتخليم في السياسة اليوم دول يدور في هذا ولا؟ عندها دور الخطابات السياسية واللي هي معناتها التعبر على حاجة اعمق من الخطابات الخطابات هي ديما البرتي فيزيبل هي شنو الناس يشوفوا ولا شنو الناس يسمعوا ولكن هالتشتت اللي نحكيو فيه مثلا انا مش نعطيك ايجاب طوى مثلا المجموعة اللي تحب تتوحد حاليا انه قاعدين يعملوا في جبهة فيها الحزب الجمهوري والتكتر والتيار اعطيني سبب واحد في دولة ديمقراطية عادية انه ما يكونوش حزب واحد سبب واحد ما فهماش اعطيني سبب واحد باش الاحزاب فاما فاما يعني جايو اللي هو السبب اللي كل واحد حبيت لعبا طال واحد اللي حبيت لعبا الاحزاب اللي معناتها خلينا نقولوا ولدت من رحم نيداء تونس نجم السبيل خمسة ولا ست من تحية تونس للحزب اليروسوسي محص المرزوخ مشروع تونس الحزب اليروسوسي سعيد العادي الحزب اليروسوسي نجي جلول ايه وينهم اعطيني سبب واحد باش ما يكونوش في نفس الحزب كيف كيف ما فهماش الغائب زادة الكبير في 17 ديسمبر هو اليسار التونسي اللي تقريبا ما شفناش عنده حركية اللي كان في فترة من الفترات تتوحد في طار جبهة الشعبية واللي زادة كيف كيف معنى حزب العمال ينشط وحده وباقي الأحزاب تنشط وحده وهذايا كله الناس ما هيش فاهمة علاش عنا هالعدد هذايا متاع الأحزاب علاش الناس هذي ما تتلمش ويخلي انه القضايا الكبيرة اليوم مثلا في تونس نعيشوا في مرحلة تاريخية معنى التحديات متاعها كبيرة ياسر اليوم عنا رئيس جمهورية علق العمل بجزء من الدستور عنا معنى تها رئيس جمهورية أعلن على رزنامة فيها استفتاة وفيها انتخابات كان من المفروض انه الأحزاب السياسية الي معاه وإلى الي ضد تكون فما دي بلاك متاع جبهات الي عندهم موقف سياسي واحد عرض سياسي واحد موقف سياسي واحد ولكن للأسف هذي ما نش قاعد يشوف فيه بينسور فما عامل النهضة الي هي ما زالت عنصر متاع كليفاج نفهم مثلا انه المجموعة اللي فيها التيار والتكتل والجمهور يقول احنا ما نمشي وش مع النهضة باش رأي العام ما يتصورش الي احنا نحب ونرجع الى مقابل خمسة وشتين جويل ولكن هذي وحده ما يفسرش انه موضوع الزعمتية موضوع انه الناس الكل تشوف كم في الحسابات الضيقة في حين انه راهوا اليوم لانجو في البلاد التحدي كبير يس فما التحدي الديمقراطي وكيف يش نحافظه عالديمقراطية وهالمصار هذي ويمشي هزنا وفما كما قلت امين التحدي الاقتصادي بلاد تعيش صعوبات كبيرة احنا اليوم عشرين ديسمبر ومازال معناش قانون مالية عنا صعوبات في تمويل ميزانية الدولة ورغم هذي الصراعات شوف الحوارات شوف السورتي ميدياتيك متاع الأحزاب كلها معناتها الناس تتلكش على بعضها سمحني في الكلمة اللي نورمالما تلم الناس وتغطي على حضايا الهميشية كسو سواء بين أنصار رئيس الجمهورية وإلا معارضي ما فيمش بيه سوزاس على السريعة ياد في عيدة ثورة رقم 11 يدول في عيدة ثورة رقم 11 مشهد يتكرر تقريبا من عام إلى عام اللي موجود في الحكم لأنصار متاعه يكون هما في المشهد الولاني والبقية خطة كل عام قاعدين يشوفه يا مع النهضة يا ضد النهضة يا مع قيس سعيد يا ضد قيس سعيد يا مع الاتحاد يا ضد اتحاد واللانصار اللي في جهة المخالفة يكون فيه معدد من الإيقافات جاز غيره معتها علش المشهد هذي دي ما يتعاو اللي في الحكم دي ما مبجل اللي مختلف معه في الرأي دي ما تلقاه هذي سيقار رفلكس لأسف متاع الدولة واللي الاسناق كان من المفروض أنه تعمل يكون آخر علش خطر أكبر تحدي لرئيس الجمهورية اللي هو اليوم يمسك بكل السلطات هو أنه يعطي صورة للعالم ويعطي أنه التوجه رأو ماشي في الحفاظ على الديمقراطية وعلى مكاسب الحريات هذي كان يمر بالضرورة وحتى الناس اللي يتراقب تونس حتى من الخارج ولكن أيضا من الداخل واحد من المعايير اللي يتحدوا هي كيف تتعامل السلطة مع معارضيها أنا كنت نستنى أنه السلطة تتعامل مع معارضيها بطريقة أكثر ليونة وفليكسيبيليتي ولكن للأسف شوفنا كما قلت أنت نفس المشهد قاعد يتكرر واللي هو كيف كيف باش يعطي باش يعطي معانتها تعليل للناس اللي تقول لا رأي البلاد ماشيها في الطريق الغلط سؤال ثاني أنت حكيت على تزوز أنواع اليوم اللي موجودين في المشهد السياسي لكن عند المواطنين فهمت ثلاثة أنواع فهمت نوع اللي مش موجود وينتصوروا معها اليوم قد يكون هو حسب الأرقام هو النوع اللي ولا طاغي أكثر فهمت المسندين لرئيس الجمهورية فهمت المعارضين لرئيس الجمهورية وفهمت صنف ثالث إياد جديد اللي هما مسندين مش مسندين هما في الحقيقة ضد ما قبل 25 جويل لكن أيضا ضد القرارات اللي تم اتخذ معتالي هو ولا الجانب الطاغي أكثر العبيد اللي اليوم أوكي ما نحبوش نرجع وإن كنا يقول لك قبل 25 جويل المشهد البرلماني ومشهد السياسي اللي كان موجود كان مشهد مقزز لكن اليوم ما نيش مع الدمار شاني موجود هذا كيف كيف هذي أنا رأي زادة أنه اللي معند يش يمثلها رواح يعطيك صحانجك في قسم كبير متوانسة اليوم يرفضوا العودة إلى ما قبل 25 جويل والمشهد السياسي اللي شفناه ولكن كيف كيف ما هو مش فاهمين لبلاد وينمانشيا وما يشوفوش قاعدة تترقب واتبع في الأمور وينماشية وهي المحرار الحقيقي للرعي العام اليوم في تونس واضح دونك هذوم مع أنتم مش رأي في غياب وفي تواصل انقسام هذية ما نتصورش اللي هو ما بش يلقوا بديل في الأسابيع وإلى الأشهر جاي أي والبديل ما نجمش يكون قديم زادة البديل ما نجمش والبديل لازم قبل ما يكون أشخاص وقبل ما يكون أحزاب يكون فكرة ورؤية والتمشي سياسي جديد وهذا للأسف بعد 25 جوليا ما نشوف ناش هاي شنو الحل في دقيقة كان عندك حل في دقيقة فهذا يتعاوننا على تونس كامل ليه الحل في دقيقة هذه صعيب بيسر حكا كان عندك حل في 30 ثانية طوام مثال نرجع الحل الوحيد هو تغليب العقل إنه الناس لا عادي ده مش حل ده دوين لأسف العقلانية غايبة على الخطاب السياسي إنه ناخذ الأمور نفكوها والسياسة في تونس حاشتين ميرك مش ببعضها مرة هاي كهوخ سكر المرنة هاي بالرسمي شنو الحل تقول لي عقل والله ما تنقعد تمرينيش في حداش لسنين عقل مش ترعوها في شهرين هذيك عليش أنا ديما نقول راول مشكلة ماوش لا في النصوص ولا في القوانين ولا في الدستور مشكلة في تعاطي السياسيين مع الوضع السياسي